السرطان مرض خبيث وشبح النساء ينتشر انتشار النار في الهشيم ويهدد نسبة كبيرة من النساء لكنه يبقى مرضا وله علاج يستطيع الإنسان القوي هزيمته بثقته بالله أولا ثم التمسك بالحياة نسبة حدوثه بارتفاع للأسف واكتشافه المبكر يؤدي إلى علاجه المباشر حقيقة فهذه الأمثلة من السيدات حقيقة نحن نفخر بيها ودائما نشجعها للظهور خصوصا بواقع انه كثير منهم يبدأ يظنوا ان المرض عين وانه يبقى وعدم الظهور للمجتمع ومواجهته انه راح يصيبهم عين بسبب العلاج فنحن نحاول نحارب هذه الظاهرة كمان بهذا الشكل لأنه حق ولكن ضروري التوعية نورة زهران فتاة في العقد الثالث من العمر وجدت نفسها في أصاب لحظات حياتها حينما ظهرت عليها عراض المرض ليعنن لها أنه سرطان الثدي وتعاملت معه كواقع للقضايا عليه وحملت رسالته إلى العالم في البداية كانت مخيفة وكانت صعبة لأنه الواحد ما كنت عارفه يعني إش اللي حيصير حيصير حيطيح الشعر حيصير لحالي حيصير تعبان حيصير عيش حياتي طبيعية حيصير حياتي لكن الحمد لله يعني يوم بعد يوم بدأت أحس أنه أنا حياتي ما تأثرت حاجة نورا تحدثت أن السرطان تجربة فريدة وخاصة لكل شخص يمر به وكل متعاف وكل محارب للسرطان سلك نجاحاته بطريقته من هذه التجربة مشددة على الانتباه لرسائل الإنذار التي يرسلها الجسد سواء من الألم أو من الأعراض كانت سرطانية الخلايا سرطانية وعلى طول أعطوني الدكاترة أنه يعني إن شاء الله أنه ما حيكون صعب يعني حيكون علاج كيماوي وإشعاعي وعملية وبعدها علاج هرموني فيعني أنه لازم خلاص أحمشي في المراحل هادي وإن شاء الله حأرجع أكون إنسانة طبيعية ما حي تغير فيها ولا حاجة لما تكون على أرض الواقع تكون هي فعلا مرت في هذا الظروف هنا نقول يعني الله يمدها بالصحة والعافية وأنا شفت أمثلة كثير من ضمنهم زي نورة وسبحان الله كيف ربنا مدهم بالقوة والصبر والعزيمة على تخطي هذه المحنة سرطان الثدي من أكثر السرطانات شيوعا بين السيدات وأشدها فتكا لكن كلما تم اكتشاف الأمر مبكرا كلما زادت نسبة الشفاء منه تجربة المرض رغم غساوتها ومررتها إلا أنها غيرت الفتاة نورة وجعلتها أقوى وأهلتها لمواجهة مشكلة الحياة بطريقة مختلفة وحاسمة فهد السمحان الإخبارية جدة